دور النساء في بناء السلام كان محور كلمة قداسة البابا فرنسيس خلال استقباله المشاركات في مؤتمر نظمته الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان وعقب ترحيبه بالحاضرات اللواتي يمثلن 12 ديانة عالمية شدد الأبو الأقدس على أهمية هذا اللقاء كونه مخصصاً للاستماع إلى خبرات النساء في الحياة العامة مبيناً أن السلام يجب السعي إليه بإشراك أكبر عدد من السيدات الناشطات لأن المرأة بمرونتها وذكائها تستطيع أن توجه العالم نحو السلام وفي ختام كلمته شجع الأب الأقدس جميع النساء المشاركات في المؤتمر على مواصلة التعاون فيما بينهم من خلال تبادل المعارف والخبرات العملية التي ستمنحهن القوة والإبداع